حكاية أخو زوجة إمام عشور اللي في الزمالك آه دي حكاية جبيرة جدا أحكي لك بقى من الأول بعد تولي كابتن حسين لبيب أو مجلس كابتن حسين لبيب المهمة الإدارية في نادي الزمالك اللي تولى مهمة قطاع الناشئين كابتن حسين السيد عمل جلسة مع ياسين حافظ بناء على إن إمام عشور انتقل خلاص للنادي الأهلي وحذره من فكرة استفزاز الجماهير على السوشيال ميديا لأن انت عارف يا كريم صغر سن اللاعب هو موليد 2005 صغر سن اللاعب ممكن يورطه في حاجات هو مش مدرك إيه عواقبها في مصر بالذات في السوشيال ميديا فالحقيقة حذره أكتر من مرة كابتن حسين السيد من فكرة أنه هو يدخل السوشيال ميديا في أمور كرت القدم أو خاصة أنه هو لعب أساسي في فريق 2005 بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا كان قبلها ياسين حافظ مستبعد من خمس مباريات لفريق 2005 دون إبداء أي أسباب من جانب الإدارة الفنية للفريق وده اللي خلى فيه غضب عند أسرة اللاعب واللاعب نفسه طبعا فبعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا نشر ياسين ستوري يعني يمكن هي معانا حتى لإمام عصور وكتب أحسن لعب في أفريقيا ستوري طبعا أغضبت مين؟ أغضبت كابتن حسين السيد جدا لأنها جت بعد تتويج الأهلي بالضبط هي دي جت بعد تتويج الأهلي مباشرة بدوري الأبطال فحسوا يعني أن فيها حساسية شوية رغم تهنئة الزمالك للأهلي على فكرة لكن كابتن حسين السيد حس أن اللاعب لا مش مستمع لتعليماته أول كلمه وأبلغه بتجميده ورحيله عن الزمالك خلينا أقول لك بقى أن والد اللاعب قال أن فيه فرقة مراتية عايزة اللاعب لكن خليني أأكد لك أن ياسين حافظ في الأهلي بداية من الموسم المقبل أصلا أصلا بداية من الموسم المقبل وياسين نفسه مش مستريح منذ أنا أكلمك كلام حتى من أسرة اللاعب مش مستريح منذ انتقال إمام عشور للأهلي في تعامل اللاعبة نفسها في الفرقة معاه ويتعامل الإدارة الفنية معاه فياسين حافظ خلاص رحل عن الزمالك بشكل شبه راسبي وانتقاله مش هيكون لأحد الفرقة الأموراتية انتقاله هيكون للأهلي بداية من الموسم المقبل عزي